المشاهدين الكرام أهلا بكم في برنامج حياتي اليوم سنتحدث عن تقنيات البرمجة الإيجابية وأسس التغيير نحو الأفضل كيف نبرمج أنفسنا على الأشياء الإيجابية؟ كيف نتعلم تقبل الآخرين كما هم دون محاولة لتغييرهم؟ ثم كيف نتخلص من القيود والمشائر السلبية؟ هذه الأسئلة وغيرها سنتعرف عليها اليوم بالاعتماد على تقنيات البرمجة اللغوية العصبية رفقة متخصصين في التنمية الذاتية معي فد الفقرة الأولى الكوتش رشيدة رقيق رئيسة الأكاديمية المغربية للكوتشين التربوي والأسري جتنا من دينة مكناس مرحبا بي شكرا جزيلا على الاستضافة تحية أخويا صادقة إن شاء الله تعالى سوف نحاول تناول البرمجة اللغوية العصبية من أجل الرقي نحو الأفضل ومعي كذلك الكوتش عمر وفيدي مدرب شخصي وممارس برمجة لغوية عصبية مرحبا مرحبا إذن بداية تعرفوا على تعريف بسيط هذه البرمجة اللغوية العصبية البرمجة اللغوية العصبية أو عادة ما يرمز لها بالبانيل تعني برمجة العقل عن طريق اللغة حقيقة الإنسان منذ ولادته تمت برمجته كثير من المعتقدات كثير من الأفكار كثير من الأحاسيس فيتصرف من خلالها فهي إذن تكنولوجيا الإنجاز هي القدرة على التغيير من أجل الأفضل هي الدفع بالإنسان إلى الأمام هي إيقاد قدرات الإنسان الكامنة فيه البرمجة تعني الأفكار وتعني أيضا المشاعر والسلوك التي أخذها الإنسان عن الوسط الذي يعيشه قد تكون الأسرة وقد يكون المدرسة أو تكون الأصدقاء أو قد برمج نفسه بنفسه والإعلام أيضا له دور هنا فالأسرة باعتبارها أول مؤسسة ينشأ فيها الدفع عموما نقول بأن 90% من القيم يتم برمجتها الدفع منذ طفولته وربما حسب الدراسات 95% من البرمجة العاطفية يعني تلك الشحنات العاطفية قدرته على تقبل حياة على الرغبة في الحياة على الرغبة في الأعطاء على الرغبة في الآخر إذن هذه الأشياء كلها أخذها من الوسط الذي يعيش فيه بعد ذلك يخرج إلى الوسط الآخر اللي هو المدرسة المدرسة يعني المعلم والمعلم والأصدقاء بمعنى داخل القسم أنا كرطفي أو كشاب اللي عندي الناس في نفس السن ديالي وفي نفس الكفاءات ديالي بالتالي لن تكون ليه امتيازات داخل هذه الأسرة داخل هذه المدرسة عكس الأسرة نقدر نكون أنا صغير في أخوتي وتكون عندي امتيازات إلى غير ذلك الانتقال إلى المدرسة معناها رؤية أخرى أو جانب آخر في الجانب السيكولوجي للطفل عموما باش ما نمشيوش بعيد نبقى في التعريف عندنا البرمجة تذكرنا عليها اللغوية ثم العصبية اللغوية تعني اللغة واللغة هنا نتكلم عن نوعان اللغة هناك اللغة اللفظية كنتكلمة ولا تمتيل إلا 7% من القدرة على التواصل وهناك نبرة صوت أيضا تمتيل 38% ثم لغة الجسد اللي هي 55% هذا الكل اللي هو لغة الكلام وهي لا تمتيل إلا نسبة قليلة في التواصل ثم نبرة صوت والأكيد ثم الأكيد تعلم اللغة اللي اليوم ده يكشف عن أسرار الإنسان كجسد دونك انطلاق من هاتي اللغة يتيم برمجة الإنسان يعني أستاذا مني تدري معي طريقة بشرة تدري معي ربما الكلام يكون شيء آخر لكن الجسد يكشف عن أشياء أخرى خفية نحن نقرأها في التواصل دونك البرمجة أيضا تتم عن طريق لغة الجسد العصبية تعني منافذ منافذ الجهاز العصبي اللي هي الحواس يعني كيف يستقبل الإنسان يستقبله عن طريق الحواس اللي هي الحواس الخمس المعروفة وهنا كنا نهضروا على النظام التمثيلي اللي عند الإنسان عموما من سمعي بصري حسي وهكذا يتم أخذ الإنسان إلى ذلك الجانب الطفول فيه أو ذلك الجانب المظلم فيه والذي هو المعتقدات والأفكار التي تلقى على الوسط الذي يعيش فيه طيب تعرفنا على عناصر ربما تعريف قد يطول لكن خذينا العناصر الأساسية برمجة لغوية وعصبية نبغي أن نهضروا كذلك على كيفش ظهرت هذه البرمجة ويأصولها أمريكية وظهرت في السبعينيات كيفش طورت نعم تماما كما قلت يا أستاذة أنها ظهرت في السبعينيات ما بين جود المؤسسين اللي هم أساسين سنتكلموا على ريتشارد باندنر وجون جريندر إذن ريتشارد باندنر كان من المتخصصين في البرمجة الحاسوب وكان عنده ميل إلى عين من نفس كذلك ريتشارد باندنر أو جون جريندر هو كان أستاذ في اللغويات أو أستاذ مساعد في اللغويات وبالتالي كان عندهم واحد الاهتمام اللي يجمع بناتهم هو الاهتمام بالسلوك البشري الاهتمام بالتفوق أو لدراسة التفوق البشري ونطلقوا في هذه الرحلة هذه اللي هي رحلة التعلم أو الاكتشاف المهارات الآخر كيفاش تفوقوا ناس اللي هم ناجحين في ميادين متعددة ركزوا في الأساس على ثلاثة ديال الأشخاص أولا بحل فيرجينيا سطير وهي كانت من المتخصصين في حل العلاقات الزواجية أو المشاكل الزواجية كان عندها بعض التقنيات مثل تغيير إقناع أو تغيير القناعات تغيير القناعات بأنه تكونوا جئين عندها أزواج بواحد الأفكار وتتحاول أنها عندها تقنيات ديالة تتغيير ذلك القناعات واخدوها التقنيات هي التي تلقوها من بعد في البرمجة اللغوية العصبية ولي كانت نتيزها خفضات من نسبة الطلاق بالنسبة الحالات التي تنجوها لأنه لجينا نشوف المشاكل بشكل عام إما تكون عندنا واحد القناعات اللي هي شخصية ديالنا على المشكل أو على الشخص المقابل وبالتالي فاش تندوي معاك أو تنتحدث مع أشخاص خرين فاش يكون عندي واحد بحالة نقوله واحد اللي بخي جوجة واحد الأحكام مسبقة عندي واحد صورة مسبقة على شنو الحوار شنو جاي تقولي إذا انطورتها التقنية ولقات نجاح ربما وما زال كي يعمل بها واخدو تاني ميلتون أريكسون هو المعروف بلغة ميلتون وهو كان معالج نفسي تعالج بلغة الإيحاء أو لا تعالج باللغة يعني انطلاقا من صبر الصوت دياله وانطلاقا من نبرة الصوت كذلك تقدر أنه يبرمج أو لا يقنع ولا يرسخ لك بعض القناعات في الدماغ دياله إذن طيب يعني تقنية أثبتت فعاليتها اللي بغينا نعرفه هي شنو دورها في تنمية الشخصية وفي ما وصفته يعني بالروقية إلى الأفضل نعم هي لخصوها في عبارة تكنولوجيا الإنزال الفكرة الأساسية التي تنطلق منها البرمجة اللغوية العصبية ولا وجود الفشل فقط هناك تجارب هناك عقبات تجد يجد الإنسان في حياته بصفة عامة في كل مراحل حياته والأكيد أنه إذا عرفنا أن هناك عقبات فقط كيف نتعامل مع هذه العقبات يعني يجب تجاوزها ننتبه في التنمية أو في التنمية الداتية عموما إلى لغة التواصل مع الدات وهي نوع آخر من البرمجة الداتية بمعنى علميا أن على الأقل خمسة لاف كلمة يومية مع الدات ما الذي تقول لهذه الدات إذن حسن التواصل مع الدات حسن تقدير الدات حسن احترام الدات أكيد أنه سيدفعنا إلى العطاء هذه فكرة الأولى أن لو وجود الفشل بالنسبة للبيانال ثم أيضا الطريقة أو الإنسان اللي وصل لواحد طريق وصل لواحد نجاح اللي هو نجاح مبهر بمعنى أن كل آخرين عندهم نفس الإمكانات وعندهم نفس القدرات ويمكن يوصلون نفس النتيجة إلى تابعوا نفس الطريقة اللي مشا فيها آخر إذن ما كيش نجاح النجاح ليس بشيء معطاء أو هباء أو صدفة أو هناك حد النجاح عمل النجاح هو المهارات حياتية يعني اللي هي مهارات سلوكية مهارات معرفية مهارات علائقية إلى غير ذلك المهارات دونك هذا دور كبير تتلعب لبانال باعتبار أننا كلنا يمكننا نكون ناجعين بمعنى آخر هذا سؤال كبير تطرح ربما مع شخصية أنشتاين لماذا أنشتاين يعد من العباقرة هذا سؤال تطرح هل العبقرية معطات أم مبنات فجاء الكشف عن سر العبقرية هل يمكن خلق أنشتاينات أخرين هذا سؤال تطرح أمريكا وتبنات أنشتاين من أجل استفادة من خبرة هذا الإنسان وربما هذا السر في سرقة دماغ أنشتاين من أجل البحث عن لماذا تم نجاح أنشتاين لبانال تنطلق من فكرة أساسية بأن لا وجود لعبقرية معطات لا وجود لإنسان ولد ولديه إمكانات كبيرة بل هناك من يستطيع له صفات في شخصيته أو هناك من برمج هناك ظروف أسرية أصدقاء علاقة إلى غير ذلك داخل المجتمع هي التي أدت إلى هذه العبقرية بالتالينا نترح إلى سؤال كبير أو نجاوب إلى سؤال كبير أن سر العبقرية لا يمكن أن يلخص فيما هو معطى فيما هناك ما هو مبنى أي تنشئ الإجتماعية والظروف الإجتماعية إذن أمريكا دائما وهذا مشروعها طربوي لا وجود الإنسان فاشل بل يجب أن نعين هذا الإنسان الذي يعيش تعطرات من أجل تحقيق هذه الدات واستغراج القدرات الكاملة فيه طيب إحنا ماشي كلنا إنشتاين ماشي كلنا عبقرة واشهد البينيل هذه التقنية تتصلح لجميع الناس يقدر يعتمدها باش ينسحوا في حياتهم سؤال جيد حاليا تلقوا أن البرمجة اللغوية العصبية يأخذها بعض الناس أنها بحالة تتواجه علم النفس أو العلاج النفسي ولكن لا علاقة بناتهم بجوج لم يمكن أن نقول أن تصلحوا جميع الأشخاص حيث يكون أشخاص لخصهم علاج نفسي خصهم طبيب أو لا أخصائي نفسي هذا ما تنتكلموش عنهم هم تنسبوا واحد نسبة وهي واحد نسبة وهي 7% أو 5% ولكن تتوقع أن واحد نسبة كبيرة دي الناس اللي ما عندهمش أمراض نفسية ولكن عندهم بعض العراقيل في الحياة ديارهم هذه الناس ممكن نجينا غاليزية ونقولوا أنهم رأى كلهم مثلا ممكن يستخدمون البرمجة اللغوية العصبية لماذا؟ هذه هي رمى شي شي حاجة اللي هي صعيبة بزاف وكمتي رسمو على هذه الهالة الكبيرة هي بعض التقنيات اللي تنحاولوا بها تعديل واحد السلوك أو لا خلق أو لا صنع واحد السلوك اللي هو جديد مثلا فاش نقول مثلا أنا تنعطي بعض القناعات تنلقى شي واحد اللي يزيد بواحد القناعات مثلا يقولك أنا ما نقدرش نتكلم بعض اللغات مثلا أو لا أنا فاشل في الحياة دياري ما نقدرش ندرس أو لا بعض القناعات اللي تنلقوها في المجتمع ديارنا اللي هي قناعات سلبية وبالتالي فاشة جيل برمجة اللغوية العصبية تنحاولوا أننا تنشتغلوا على هذه القناعات كيف تنشتغلوا؟ تنشتغلوا يا إما كما قالت الأستاذة أنه تنشتغلوا يا إما عن طريق اللغة وهي توصيل بعض الأفكار بعض التقنيات سنتحطوها من بعد في طرق العلاج اللي تستخدمها البرمجة اللغوية العصبية أولا فقط في طرق التخطيط مثال أننا نتعطوهم مثلا في تغيير الإدراك والتي نقول لها تمرين الحصيلة هي تتحدد شنو بغيت الدير كيف بغيت توصليه إمتى بغيت توصليه إلا وصلت لي شنو هي الصورة اللي بغيت ترسم عليه من بعد وبالتالي بحالة نحاول أننا نستخدم بعض التقنيات في تغيير واحد السلوك محدد هذا هو بشكل عام شنو ممكن ديرت البرمجة اللغوية العصبية وأنها نعم لجميع الأشخاص بسيتنا ذلك الفئة المعينة اللي قلنا أنها تسحتاج معينة اللي تضطر يعني علاج نفسي ربما بالأدوية ربما يعني هذا هو الفرق كذلك بغينا نتعرفه واش البرمجة بالصح كتساعدنا باش نتغيره نحو الأفضل صحيح صحيح تغيير نحن الأفضل مناح تقبل الدات في علاقتي مع الدات ديالي أولا في علاقتي مع الآخر تقبل الدات يعني هناك أشياء ما عندي شيء فيها طبقية شيء معطي ما يمكن ليش نغيره ولكن ما أنا فاعل فيه هو طريقة تفكير التي تلقيتها والتي يمكن تغيرها هي مسألة تحتاج إلى ميراند وتحتاج إلى تأمل قبل كل شيء إذن تغيير تغيير الدات بحيث ما كتبقاش عندي أن النجاح شي حاجة لي هي مستحيلة أن اللي يوصل إلى الآخر ممكن حتى أن المسألة كتبقى بإيقاد قدرة الإنسان هناك قولة أقولها دائما الكعف الذي تخاف الدخول إليه يحوي الكنز الذي تريده الكعف هو الدات والدات يحمل الإرادة للقدرة لمجموعة من الصفات فقط يجب إيقادها كما قال الأستاذ الذي يقول أنا فاشل معناها أنه لم يستعملت تلك القدرات وعلاش الله وش هادو كل يدو وزو حسن منك تنقل شنو كندير هذه الأفكار اللي هي المعتقد الذي يجمد القدرات الإنسان هذا المعتقد يجبه تجميده ويجبه تفعيل معتقدات أخرى اللي هي تدفع الإنسان إلى الفعل وإلى العطاء بمعنى بدل أن ألعب دور الضحية وأن أستكين وأن أتضمر وأن أبكي وأن أتكلم عن البطالة وعن الظروف إلى غير ذلك سوف أقدر في الفعل ربما لا يعني يجب أن أجرب يعني المسألة الحظ هي مسألة نسبية ممكن ممكن تجاوزوها في لحظة من اللحظات لكن أنا فاعل في الحياة ديالي وأنا مسؤول عن هذه الحياة هذا من شيئات علاقتي مع ذاتي ثم عندنا فلابانة لصفة أو فرضية أساسية هي الخريطة ليست هي الواقع بمعنى التصور على الشيء ليس بالضرورة كما هو فكرتي على الشيء وتمثلي للشيء ليس كما هو مثل أنا مثلا أخاف الظلام وعلي الظلام يخيف الظلام هو الجو الرومانسي للشعر الظلام هو الهدوء الظلام هو لحظة من لحظة تأمل الإنسان للوجود وغنمشي كل الإبداعات وكل الشعراء أبداعوا في الظلام في المقابل نجد إنسان آخر حير كي يبدأ يضلام الحال كدير رعشة الخوف من الظلام هل الظلام يحمل معنا أم نحن اللي كان أعطيه هات المعنى للظلام هنا ربما نكون ندخلنا يعني في أمراض نفسية ليفوبي ولا أشيء أخرى نو نو احتفل نسبة البرمجة الفكرة ديالي على الزواج الفكرة ديالي على العلاقات مع الجنس الآخر الفكرة ديالي على النجاح الفكرة ديالي على العلاقات الاجتماعية إذن يمكن لا تدخلني احتفل لفوبي السوسيال اللي هي أن الآخر هو مخيف وأن الآخر هو مصدر ألم وهو إلى غير ذلك وهذه البرمجة هي كتبت أساسا مدرسة تحليم نفسي تؤكد على أهم الطفولة المبكرة عند الإنسان فريد يقول هي التي تحدد مصيرها نعم طيب مع البرمجة كل شيء نريد أن نركز على البداية بالتواصل مع الدات واذا هذه الانطلاقة نحو البرمجة والتغيير أو لا تجي من الآخر يعني خاص الآخر هو اللي برمجني على البداية صحيح وهذا يكون تكميل السؤال اللي سألتي قبل ذلك نرى يوميا تنتغيره يوميا تنتغيره تنكبره في العمر تتغير شكل ديالنا تتغير المحادي تتغير الأفكار على المجتمع عبر الإعلام عبر تعلم كل نهار نتعلمه حاجة جديدة وبالتالي راح نتغيره غير وفي شجيل برمجة اللغة والعصبية تقول لك التغيير ممكن هو نفس تغييرك تتغير تتغير غير هو أجي تشوف واحد تغيير بقواعد واحد تغيير لغير يوصلك الأهداف اللي هي أهداف إيجابية وأهداف اللي انت بغى تطمح له هذه الأهداف اللي تنقوله غير بيننا وبين راسنا كونغا هذه الأهداف تتحول إلى واقع لملموس مكتوب إلى صورة دينية تتحول أنك توصل له وبالتالي بالنسبة للتغيير فاش نقوله أنه ممكن بالبرمجة اللغة والعصبية تجي فاش نجي عن البرمجة اللغة والعصبية تقول لك سيدي السلام عليكم كينين عدنا جوش الحويش عندك افتراضات خاصة تأمن بها أو لمعتقادات هي هي تكلمت على الأستاذات تكلمت على الخريطة التي تستهي المنطقة تكلمت على أن أي شخص وصل شي حاجة تنقدره إذن هذه الجموعة من الأسس يعني علمية ومدروسة كتنطلق منها افتراضات بحالة تنقوله أنها مسلمة تتسلم بها ويرى أي واحد تأمن به فاش نقوله مثلا إدراكك أو لا إدراكك على الشخص رمشي هو الشخص يعني كما تقول الشيخ الشعراوي تقول لك ما لا يوجد في إدراكك لا يعني أنه لا يوجد في الإدراك وبالتالي فالإدراك تختلف أنت كيف تشوف في الحياة ممكن أن نختلف معك ولكن أنت نحتارمك واجب أنني نحتارم رؤيتك للعالم وواجبك تنتي تحتارمي الرؤية المتبادلة لكن المنطقة الأخرى اللي هي أركان برمجة اللغوية العصبية في الأركان تنتكلمه مثلا على الحصيلة اللي هي تتكلمه على قبيلة الأهداف كيف تتحددها تنتكلمه مثلا على المورونة يعني نطلقتي الأهداف لك رماشي غادية تلقى واحد طريق من حرير وغم غادية كل شي هو ذاك حتى جدرت برمجة اللغوية العصبية ركوشي غادية مقاد لا غادية تلقى عراقيل غادية تلقى مشاكل إذا النقطة مهمة يا مشحل سحري لقاء المشكلات ولا تغيير من يوم العشية وضوحها هي مجموعة من تقنية هي مجموعة من التقنية ولكن هذه التقنية خاصة تكون دستور حياة عندك ماشي غير تتطبقها في دورة وتتخرج تقول سفينراني ممارس برمجة اللغوية لا علش يقولوا ممارس برمجة اللغوية عصبية خاصة تكون جزء من الحياة ديالك فاش نقول احترام الآخر رخصه جزء من شخصيتي يعني تتحول هذه القناعات إلى جزء من شخصية ديالك فاش نقوله مثلا في الأركان تنقوله المورونة يعني أنني تلقى المشكل تحاول نبدل طريقة كيف يشغل هذه الأهداف ديالي تحاول نشوف شخصية تحاول تعلم فاش نقوله مثلا الممارسة عادي أنه خاصك تمارس شيء باش توصل لي إذن هذو كلهم تحتاجوا أنه يبقى عندك في أكوتي ديالك ديالك يعني تولي جزء من شخصية ديالك أنك ممارس برمجة اللغوية عصبية إذن الإدراك يعني ماشي عصا سحرية نحن نؤمن في التنمية الداتية بأن التغيير يأتي من الداخل رصحي وخات مش عندك وخا التغيير يجب أن تؤمن حتى نخاع بأنك أنت المسؤول عن هذا التغيير والتغيير ما كيتيش بين عشية موضوحها يعني أحيانا كيوقع لك غشت كترجع ولكن كتبقى الإصرار والعزيمة وهذه من أهم مفاتيح النجاح اللي نتكلم عليها الأساد الفكرة الفكرة أصل أي سلوك هو فكرة والفكرة تترجم إلى إحساس والإحساس يترجم إلى سلوك يقول ميشيل فوكو أصل المرض النفسي فكرة خاطئة حتى المرض النفسي الأصل البناء هو الفكرة لبعنا كتمشي اللب ديالسلوك اللي هو الفكرة وتتعاود تغيير بنية هذة الفكرة تتجمد هذة كنسمي وكتولي معتقد اللي هو يحرق سلوكة اللي نوعا من القيم اللي هي قيم غير محفزة على العطاء يتم تجميدها في البانل ويتم تحفيز قيم أخرى وتحريك قيم أخرى وتغيير نظرة الإنسان للواقع من أجل أن يكون الإنسان فعلي باش نعطوه يعني مثال ملموس للناس اللي كيشوفونا مثلا شخص بغي يقلع على عادة سيئة كالتدخين مثلا كيفاش أنه ينطلق من نفسه حوار لأننا نقوم نتكلمه إعلا إلا نظر على التدخين فيه مواجهة السادي نتكلمه مثلا على علاقة بمادة معينة اللي هي مثلا النجاح نجاح كفكرة ربما نحن نشوفه في فترة الإمتحانات والتلاميذ والنتائج لأكيد أن العديد هو أكبير من التلاميذ اللي تصابوا بإحباط مثلا أنه خدوم معدل اللي هو عبط في الدورة هذه هذا المعدل ربما غير محفز ربما اللي غدي يمكن يتوقف على الدراسة وما يمشيش يقرأ ربما غير يحكم على رأسه بأنه سافر العام سالة وما غديش ممكن نعطيه إلى غير ذلك لكن الحقيقة أننا لازمنا في بداية الطريق وأننا لازمنا في الدورة الأولى وأن السنة بقى طويلة وأنه ممكن العمل نشوف فين عندي المشكل المتيغ اللي عندي المشكل وكان نشوف يعني يبقى دائما أن كل شيء ممكن فكان ناخد هذا المتيغ وكان ندير استراتيجيات ندير خطة بديلة بالنسبة يعني إما كان نضيف ساعات إضافية مثلا عندي مشكل في المط ساعات أضافية الرياضية التمارين داخل البيت ندير عندنا كتوب اللي فيها ناخد فيها تصحيح رازي إلى غير ذلك دونك هاد العملية هذي شكول اللي خلنا نديرها هو فكرة على النجاح بأن النجاح ممكن وأن النجاح يطاع على نار هادئة وأن النجاح لن يأتي بينها شيء وضح دونك أنا كان نخدم ولكن النتيجة ستجي من بعد العكس إذا خدت فكرة وطلقت بأن سافي أنا إنسان فاشل وما يمكن ليش وما عنديش معلمات سيونتيفيك هل سأبادر هل سأقدف في الفعل دونك هنا سافي النهاية وربما سنسلم الدراسة وننشي للدومين آخر الذي سنطلقى فيه إحباط ونخرج منه وننشي ضياعة في الحياة الفكرة بحدة هي النجاح ممكن عير فقط تكرار المحاولة للمرات عديدة ستوصل لك وهي المرونة من أجل تحقيق النجاح إذن لا نوقف ونحاول نتفضل جزء السؤال اللي طرحتي على التدخين بالنسبة للتدخين أولا أعطي طرق من طرق البرمج اللغوي العصبية في الإقلاع على التدخين أو لا إقلاع على أي سلوك لهو سلوك سلي أول شيء تم بدو به هو القرار فشتحدث تقول أنا مثلا بغيت نقلع للتدخين أنا مثلا بغيت نحسن علاقتي الزوجية أنا مثلا بغيت نحسن الجسد ديالي إذن قرار تتأخذ قرار فشت تأخذ القرار والناس يعرفوا يأخذوا قرار تقول أنا بغيت ولكن ما تدير ولو مشكلة كي يأخذ القرار وكي يغلاء غن تكلموا علا وتين تكس غن ندوي علا إذن أول شيء تم بدوه بالقرار تتأخذ قرار مع البدات ديالك تتقول أنا قررت مثلا نقلع على التدخين تجي أول أو لا ما تاني مرحلة اللي هي الملاحظة تتبدأ غير تلاحظ حسنا فشت تأخذ القرار تنتاجه نيشا أننا نبدأ عملية تغيير لا لاحظ بعدها لاحظ إمتى مثلا أنت تتدخن إمتى ما تتدخنش وشت تتدخن فشت تعصب أو لتتدخن مثلا بعد الغداء أو لتتدخن إذا أنت بدت تلاحظ الحياة ديالك فين تتدخن الأماكن تتدخن فوش ندخن في الزنقاء تندخن في الضار إذا أنت بدت تدير واحد الملاحظات بشكل عام وهذه ما بين طرق كذلك فإننا نبدأ نضبط الوقت تلاحظ في انتضاع الوقت هي نفس الشي تنبدأ تلاحظ المرحلة الثانية هي تنبدأ نتعلم تنبدأ نتعلم تنبدأ نقرأ تنسو الأخصائيين أخصائي مثلا في التغذية أخصائي في الإدمان أخصائي تنبدأ نأخذ طرق لأنك كنت تتضروري كنت تتكمل حيث ما كانش عندك طرق كيفش ما تكميش إذا خصتك تتعلم كيفش ما تكميش أنت تعرف تكمي ولكن بقية ما تعلمتيش كيفش ما تكميش إذا خصي إذا خصي يمشي عند أخصائيين خصي يسوون الناس نقرأ كوتوب نشوف أنت إذا أنت نجمع واحد المعلومات عادة بشتنبدأ تدرج تدرج هو أهم مرحلة ليس بين اللي تنوضحها تقول صاف أنا ما بقيت غذين كمي وغنصبح ما غنكميش في أقليلة تتنجح مع هذه العملية أنهم بمجرد ما تقرروا تصبح ما يمدير هذه المسألة ولكن في أكواسعة تخصى عملية تدرج إذا ناخد وقت بين القرار والملاحظة وإيش حال دلوقتي بين القرار القرار هذا مسألة سهلة أنك حتى تشوف النعكاس السلبي مثلا التدخين تتقرر هو روخات تكمير عندك الداخل يقولك مضر إذا القرار الملاحظة خذ الوقت تقتنع بشكل عام أنه وراءها في تنذير يعني بحل تقوله غضي تولي جزوس على الدات تقول أنا تنكمي في الشن تعصب أو لا تنكمي في الشن بغير نرتاح أو لا تنكمي في الشن تغضى أو لا تنكمي حتى تنكمي حتى تنكمي حتى الأصدقاء في العمل تنسالي وفي الأبوز تنمشي ونكمي وبالتالت بدأت تلاحظ هذه الملاحظات خذ الوقت في جميع المراحل لا يوجد واحد في العالم يأتي ويقول لك لا خذ سبعة أيام في هذه ودير أربعة أيام ووصفة لا لا تنصيب هنا كيكا وبالتالي خذ الراحة في التغيير بعد ذلك قلنا في عملية التعلم يخذ فيها راحتك في عملية التعلم ترى في رأسك أن الأفكار جزء منك أنك مقتنع أنك مقتنع أنك مقتنع أنك مقتنع جميع الأفكار اللي يعطيك الأخصائي أو اللي يعطيك في الانتغنات بدأت تتراجع عندك وراء الدماغ أوتوماتيك وغيرتها تعطي واحد الفكرة أرى ما تبقى شزاقي تبدأ يوسع فهه في الدماغ وتكبره وتدعمه تشوف شنوم الملفات اللي عندك في الماضي من بين الافتراضات البرمج اللغة والعصبية تقولك أن كل إنسان له في ماضي ما يساعده الآن على تحقيق النجاح مثال أنك لكن أنت تحفظ على الصحة أكيد في الماضي لك ركما رسي الرياضة أكيد في الماضي أنت راضي على الشكل وبالتالي تنخذ غير لدك الماضي تنشوف الماضي ما كان فيهم تستخدمه دويت علاء الانتكاسة هو أن تبدأ التغيير ولكن ترجع بين اللور هذه طريقة عادية في البرمج العصبية تقول أنها مرحلة الاختبار الدماغ تبدأ يختبر واذا هذا نسبة واذا تغيير هذا التغيير شنو خاص تديري هو أن ك بحالة تقول دائما عقلية المبتدى فاش تنتاكسي قول آج نبدأ من جديد إذن سنكمل ونبدأ من جديد لكن بعد فاصل قصر ألم بكم جديد نواصل هذه الحلقة الخاصة بتقنيات البرمج نحو الأفضل كيف نبرمج نفسنا نحو التغيير العقل حقيقة نميز بين النوعين هناك العقل باطن وهناك العقل واعي واعي ولا واعي نتكلم العقل واعي والذي نفكر فيه ونقرر به ونحلل يعني كيستقبل العقل المعلومة وتيدخلها وكيعقرنها بينه بالمعلومات اللي عنده تشع انغوزي انغوزي في الدماغ ثم تحلل تحلل وتيقرر وكيتاخد قرار وكينفل هذا هو العقل الواعي من مضائف العقل الواعي انه يبرمج ايضا العقل اللواعي بحيث انه العقل اللواعي تكون فيه الذكريات كياخد لأفكار اي التصورات الى غير ذلك لكي ترجم الاحاسيس العقل اللواعي او الباطني هو محمل بالاحاسيس العقل الواعي ومحمل بقدرة على التفكيك والتحليل والنقد الى غير ذلك في اللوجيك من كمشي المعلومة يتم استدخلها في العقل الباطن فتتعمل الانسان على اساس انها متقلة بالاحاسيس اذا هي فكرة لولاد احساس وهذا الاحساس هو يحرك يشتغل بواحد شكل كبير بسرعة كبيرة جدا ويعطي قرار بسرعة كبيرة جدا بحل مثلا نقطع الشنطي في العقل عندنا دجا انغوش تقطع الشنطي غدي تشوف على اللي من وغتشوف على الشمال ثم ما عدي ممكن تقطع لها معلومة دجا انغوش تقطع لها واش سؤال واش انا اثناء العبور غدي نعبر بالعقل الواعي ولا بالعقل الواعي نتذكر ان العقل الواعي شنو اللي فيه فيه تحليل فيه اتخاذ القرار فيه المنطق فيه غياخذ واحد وقت كبير على ما نجي ناخد قرار غيكون اعطى اللي اعطى شنو اللي خاص العقل الواعي هو الذي يتصرف في هذه الحالات بحيث قدرة السرعة دي الواعي اتخاذ القرارات لان دجا مبرمجي اذا ممكن نضرف التليفون وكنجاوبك ولكن نشوف الطريق نشوف اللي نشوف صياجي ونوقف هنا نضرف التليفون بطريقة لا واعية يتم ما الذي يحصل هو ان سلوك الانسان بسرعة في كثير من الاحيان تجي الفكرة اللي هي الجانب المظلم فينا اللي هو اللا وعي وكتصرف بتلقائي وترتاح الانسان لانتج هذا قرار واخده لداخل ما بتلج عليه مجهود وما تيوقفش معاش وقفة إلا إلا كانت صدمة في الحياة مثلا فشل تبدأ الانسان يوقف كيفاش واشهدك حسن مني إلى غير ذلك وكتبدا هاتتساؤلات هذي القيم اللي تأسس عليها الأفكار اللي في اللا وعي تبدأ تهتز لأن كل شي ممكن وشوف هذي تبدأ من بالتالي فكتولي هناك برمجة جديدة وبالتكرار العقل باطن يشتغل وفق أهداف ويشتغل بالخيال وكل ما حركنا فيه الحواس إلا ويصدق الوضعية فأنا إلا تدرت مع خاطبنا العقل الباطن أكيد أننا سنحركه إلى حركنا فيه العواطف ديالو لأنه لا يميز بين الحقيقة والخيال أنه يشتغل فقط برمجة معينة بمعنى في البرمجة يجب يتم تعطيل معيقات على النجاح وتحفيز ويعطاء أفكار أخرى محفزة على النجاح وبالتكرار تستدمج في شخصية الإنسان وبالتالي تقول له القدرة على العطاء طيب قبل قليل تحدثنا واش البرمجة كتصلح لكل الشخصيات بغنا نعرفها واش كتصلح لقاء المشاكل التي تواجهنا في الحياة طبيعة الحال لا يمكن نحصر جميع المشاكل ما عرف ما هي جميع المشاكل لنقول أنه محل جميع المشاكل ولكن ممكن نقول أنه حل لمجموعة من المشاكل التي تنعيشها بشكل عام مثلا الأسرية النفسية علاقات الإنسانية علاقنا ما بيننا وبالآخر علاقنا في العمل على المستوى العلاقاتي ممكن أن نقول أما مش ممكن تحدث على طرق العلاج التي تستخدمها البرمجة اللغوية العصبية ونبدأ من تهة الأستاذة هو أن العقل دي أن ما تفرق ما بين أو لا تطيق تلخيل والبرمجة اللغوية العصبية تعتمد على التخيل بشكل كبير وهالتخيل تستخدمه في إعادة أو إعادة إنتاج أو لإنتاج سلوك جديد طبقين نعطي تقنية من بين تقنيات التي تقول لها الشريط السينمائي ما هي طريقة الشريط السينمائي هي مثلا نفترض أن واحد الزوج دائما تتعصم مع الزوج عن الضوية للمشاكل التي قلت وشو حل جميع المشاكل نأخذ هذا كمشكل إذن تكون دائما عنده هذا السلوك أنه لا ترى واحد الحوار تنتاهي بمشاكل أو لا إذا طلبت منه شي حاجات يحاول أنه يمشي إذن هذا السلوك وبالتالي يجب أن نولد واحد سلوك جديد الذي يجب أن يسيطر أو لا يمحل السلوك القديم ما نفعله نحاول أننا نتخيله فقط نسترح ونتنفسه بطريقة جيدة ونبدأ نتخيله السلوك القديم الذي هو إمتى تعصبه ونبدأ نرى رأسنا بالسلوك الجديد يعني لماذا هذا يجب أن تعطي الدماغ لك فين غادي ما هو السلوك الجديد لماذا تقول أنا أريد أن تغيير إذن أعطيني ما هو التغيير بالنسبة لي هذا لا يريد الشخص يتغير فعلا ضروري رأس منك فيل على القرار لا يصلح صحيح إذا كان عنده قرار أنه أريد أن يتغير إذن تستخدم تقنيات ربحل شي واحد مثلا مريض فش تقول لها هو ردو إذا المرأ لما قاس الدواء وخلاه هذا أنا لا يريد أن يتشاف يجب أن يكون عنده قرار أنه أريد أن يغير ذلك السلوك وبالتالي يعني خاصوا يشوف مثلا هذه العلاقة الزوجية أنها ربحة تستمر شبهات الشكل تتأخذ قرار أنه كيفش غاد يتغير تقولوا لي أجيا سيدي سامو عيك وبكين هذه الوصفة هذه هي شريط سينمائي هو أنك تتولد وتتخيل سلوك جديد كيفش تتعامل بشكل أسلوب محترم بشكل هادي مع الزوجة ديال غاللاحظ أو غاللاحظ هذا اللي غيستخدم التقنية أنه مع مرور الزمن أن هذه التقنية ستبدأ تسيطر على التقنية اللي كانت قديمة وغاللاحظ أنه ستتعصب ستقول لديه واحد جزء ديالإدراك أنه ستتعصب في هذه اللحظة أنني لا يجب أن ندوي بهذه الطريقة ومع الوقت مع التغيير غاللاحظ أن السلوك جديد هو اللي سيرنبلاسي ذلك السلوك اللي كان عنده قديم إذن هذه الطريقة من طرق التغيير أو طرق العلاج اللي تستخدمها البرمجة اللي غاللاحظة العصبية وكما قلنا أنها تستخدم الخيال بشكل واسع وشكل كبير إذن نختمو بنسبة الشخصيات يعني واش كي في جميع الشخصيات كتصلح لها البرمجة لأن كل كان شخصية أو أنماط شخصية كان سمعية كان البصرية كان الحيسية فكل وحدة عندها مفاهيم ديالها وكل وحدة عندها قاموس ديالها إذن أكيد أن الكوتش أو المختص فهو تتعامل مع الشخصية بالمضام التمتيلي السائد اللي عندها وبالتالي باش كي قيص الحواس أعود بالنسبة للخيال الخيال هو شيء أساسي حتى بالنسبة العلاج مخاوف من الامتحانات بالنسبة التلامت فيكفي التلميذ أنه كيعيش وضعية الامتحان ليلة قبل الامتحان على المستوى الخيال ويعيشها باستحضر ما يسمى بلوفاكوك يعني الحواس الخمس شاف وسماء وحس وشم فكيعيش على مستوى الخيال بحيث شنو اللي تيوقع هنا أن الدماغ يصدق الوضعية والحقيق الخوف منين جاي من الوضعية اللي هي غريبة على الدماغ فالدجة مني كيمشي نهار المسيحان كيكون الدماغ مستأنس بهذه الوضعية فما عندوش مشكل وبالتالي فما قد تمشي المخاوف بواحد شكل كبير جدا دونك هي تقنية الخيال هو تلع واحد دور كبير جدا بالنسبة للبانل وربما مشعة للبانل للنجاح خصوص فانشتاين يقول الخيال وأهم المعرفة شكرا لك أستاذ رشيد رقيق رئيسة الأكاديمية المغربية للكوتشين التربوي والأساري شكرا لك كوتش عمر وفدي مدرب شخصي ممارس برمجة لغوية عصبية مشاهدينا بقوا معنا في فقرة الثانية يوما كنت حدث على البرمجة اللغوية العصبية وفي هذه الفقرة هنخصها الأهم التقنيات اللي كتساعدنا في البرمجة الإيجابية ومعايا الأسادة زهير الشرتي مدرب مهارات مرافق متخصص ومحاضر مرحبا بك معنا إذن الأكيد تبعتي معنا الحلقة ومحاضرنا على أهم الآليات برمجة الإيجابية شنو ممكن نزيد في هذا السؤال البرمجة اللغوية العصبية هي فن الإنجاز يعني هي ليست علم بذاته ولكن هي من بثقة من اللسانيات من علم النفس من الكثير من العلوم المتخدة يعني عالميا النقطة هي اللي بكن ننضيف هو أن الخريطة ليست الواقع أو الخريطة ليست المنطقة معناها الواقع شيء آخر قد يقترب أكثر من الواقع لكي يكون يعني أكثر يعني رياحية باش نعطو أمثلة الناس مثلا شيء شخص كنتي عندك منه موقف ما كتبغيه بهذا المعنى كتعتبره مثلا نعطيك الأشياء كتبغ هذه التقنية نعطيه هذا المثال اللغيتي يعني إنسان بهذا الشكل كيف أغير أنا كنت نحسابه هو بذلك الطريقة ولكن ضروري أن المعلومات عندي في الدهن اللي تكلموا لها في الأول الأساسي أن المعلومات عندي أترجمها وقبل أن أترجمها هناك حواس العقل الواعي هو عبارة عن ثلاث مكونات المكون الأول هو يعني الحواس الخمس حواس هي محدودة أصلا لما تدخل المعلومات من الضروري ألا أقطر المعلومة من خلال يعني الاعتقاد أو المعتقد ثم المؤسس ثاني للخريطة في الدهن هو اللغة المعلومات تشفر المعلومات يعني يتم متشفيرها من خلال اللغة الداخلية والخارجية اللي هي اللغة الداخلية أصلا 70-80% في اليوم إذا كانت إيجابية فكان أحسن للشخص ولكن كيف أقيم الوضع بناء على الفطر الثالث الفطر الثالث هو عبارة عن معتقدات أنا اعتقدت جاليا على هذا الإنسان يعني خيب هو هذا الإنسان يعني مزعج إلى آخره ولكن لما تعرفت عليه ويعني استلطفته إلى آخره استلطفني استلطفني عفوا لقيت بلا هو يعني عنده شخص آخر أولى كيترة يعني العلاقة دي الأزواج كنحاول أنني نغير الآخر أكيد هذا يتم يوميا هو هذا بناء على الخريطة قتل كتلة دي المكونات المعتقد يتأسس عندما نريد أن نغير المعتقد ضروري أن نغير اللغة وهنا في نجلب دي البرمجة اللغوية لماذا لغوية أصلا؟ لأن لغة العقل هي التي تبرمج لإنسان نحو الإيجاب ثم نحو السلب السلبي النقطة الأساسية الأخرى هو كل ما هو أوامر دهنية نتحدثوا عليها في الأول لكي نؤسس للنقاش بعدها عندنا أوامر دهنية أنا قبل ما نجي عندكم كنت نفكر لبس واحد الكرافات واحد الكرافات زرقا مخططا ما لقيتش ديك الكرافات لماذا؟ لأنني بغيت نجي عندكم بسرعة عندي واحد سترس عندي واحد الأرق جاءت البنية الصغيرة ديالي قلت لي لماذا تتقلب بابا تنقلب على الكرافات قلت لي ها هي لماذا ما اشتهاش أصلا لماذا غيبت الصورة لأن الحواس ديالي لم يكنوا جابوا لي المنتوج كامل يعني الصورة كاملة ثم النقطة التانية ولكن أستاذ إذا شرطي ما ربستيش ذاك الكرافات اللي جابت لك بنتك ليس مخططة يعني وكامل أنا أبحث عن كرافات لماذا نقول لك لكن هناك أوامر دهنية داخلية يعني اللغة الداخلية ديالي هي اللي حكمت علي أنني ما لقاهاش ليس يعني ما تنتكلموش على الشخص هو ولا تتكلموه على السلوك الداخلي مني ما لقيتهاش قلت مع راسي أنا ما لقاهاش دببني أنا بغيها ومنه هي تتقول لي هاي الكرافات قدامي تناخد الكرافات هذا أوامر دهنية السلبية اللي تتعقني السيئلات العصبية في المخ معروف ومتعارف عليه علميا على أنها تتقطع بكل ما هو سلبي في اللغة يعني مثلا نوبا نوبلو نقايق يعني ما تقول ليش مثلا بغيش إذا لحطيت أمامي أنني ما غلقاش هذه الحاجة فما غديش تلقها فعلا وخايتك لأن اللغة ديالك حكمات عليك وحكمات على القرار أنك ما تشوفهاش بالحاسة وأي قرار ومقناعات وباش نحكمو عليها باش نغيروها وشي ما تتمش في اليوم أو يومين تتم خلال شهر يعني تجربة شهر يعني برمجة أنا ضروري أن أبرمج سلوكي من خلال لغتي الداخلية اللي هي 70-80% في النهار وباش نكمل لك هذه النقطة هذه هو أن العقل الوائي لما تدخل المعلومة تصنف إذا صنفت هذه المعلومة على أنها سلبية من خلال لغة فهي ستدخل للعقل الباطن واحد الوعاء الكبير اللي هو الجهد دياله 90% أما العقل الوعي فهو الجهد دياله 10% فقط وهذا الجهد دياله تعبنا فيه من التاسعة صباحا غد يدوز لنا النهار يعني كاريتا بين قوسين ولو أن الكلمة مثلا قلت نقولها مثلا في واحد عنده امتحانات في الصباح من ليل كله ويفكر في امتحانات ولما ينتهي من الامتحانات الواعي لديه دائما شغال لمدة أربع ساعات تم اطير تحمن بعد بالامتحانات وما تبقى شواعي مع الامتحان لأنه ينسى أو يتناسى الامتحان نعم بذلك في حياتنا أفكار إيجابية وأفكار سلبية كيفاش نبرمجوا عقلنا على الأشياء الإيجابية هذا من أحسن الأسئلة التي تطرح على باندلر وغريندر باش جاوبوا جاوبوا على أن الإنسان ليس تنخدمه معها استراتيجيات تنسوله جوش أسئلة شنو تتفكر وشنو تتحس شنو تتفكر وشنو تتحس الإحساس ما شه هو الشعور الإحساس عنده علاقة بالحواس يعني إذا طحت وكليتها فرجلي فهذا تسمى إحساس أما الشعور يكون عام يكون شامل تكون الشعور بالخوف الشعور بالفرح يعني هذه الكلمة شامل هنا في درجة دينا أو في اللغة المتداولة تنقل الإحساس راتي حس ماشي بشي حويزويني إلى آخر أما هو راتيكون شعور فيكون عام النقطة هو أنك هنا واحدة استراتيجية تتكلم على الحالة الدهنية الحالة الدهنية تندوزه تقريبا عشر آلاف تتنشر آلاف حالة دينية في اليوم شنو حالة دينية ببساطة هي تفكير هي شعور وهي سلوك السلوك هو مرآة التفكير والشعور شنو المعنى ديها المعنى ديها هو إذا كنت لوحد السيد قدامي أو واحد طالب علم تنقول له تبارك الله عليك لديك قدرة ولديك فصاحة أنت من ناس مميزين هو يفكر في كلامي تفكير ثم يشعر بشعور شعور ثم يعطيني سلوك السلوك هو الذي أراه أمامي تتسمى الشخص المقابل من تعطيني السلوك أوتوماتيكيا أنا تنخدم على ذلك السلوك من خلال التواصل الفعل معه وهذا اللي تسميه هذا ما اللي تسميه هذه واحدة سنوات الدكاء التواصلي أو الدكاء العاطفي كل ما هو كوسيون انتلكتويل اللي هو تخدم الدماء كانوا تديروا فزاف دياللي تيست بش يخدموا الناس دباولة تخدموا لوكوسيون انتلكتويل اللي هو عنده يعني المؤشر مشي الدكاء المؤشر العاطفي علاش باش مني نخدمك أنا في الشركة ديالي مشي غداولة بعده تقولي أنا بغيت نمشي بحالتي أو غداولة بعده ما تقدرش تخدم لي مع فريق العمل أنا خستني يكون عندك واحد القوة عاطفية اللي ممكن لك تبشي معها بعيد في الحياة ديالي يعني تخدم بالحواس ديال كذا هو المعنى ديالها بالحواس ديالي قسني نقطرها وتأطير الحواس من أحسن من جات به لبرمجة اللغوية العصبية هو تأطير الحواس حسة سلبية إلى حسة إيجابية أو نزعاج نردو فرح والفرح نقدرون نردو تشجيع ونقدرون نردو بزاف ديالأشياء اللي هي مماتلة واش تردها باللغة مثلا انت ما كتحش مزيان جيت باش نقول لي كل المستمعين والناس المشاهدين عفوا لأن اللغة هي المحور لكل ما هو برمجة حياتية أنت تبرمج حياتك ضروري أن تكون لديك لغة يعني ليست لغة عامة هكذا حتى التعميم يلاحظ في البرمجة اللغة والعصوية إذا قلنا كل الناس كرماء ليس كل الناس كرماء أنا لم أكن مع كل الناس أو كل الرجال كذا أو كل النساء كذا المعنى الأصلي في الأشياء هو أنني ضروري من سؤال وحتى السؤال اللغة إذا كان السؤال هو يؤثر لي ماذا يؤثر لي الكلام العام النقطة الأصلية هنا شنا هي هي أن البرمجة اللي هدرت على التعميم وهدرت على الحدف وهدرت حتى على التشويه للمعلومة أنت تفهم شيء ولكن ليس فعليا هو الشيء نفسه في الواقع ضروري أن تقترب من الواقع كي تكون لديك مرجعية داخلية قريبة من المرجعية الخارجية هنا التوازن في الحياة باللغة لكي نحسن حياتنا إلى المستوى المطلوب النقطة الأساسية هنا حيث كل حاجة تجبت حاجة مزيئة كانت واحدة تقنية في البرمجة اللغة والعصابية اسمتها لغة ميطة لغة ميطة ما معناها هذه اللغة ما فوق هي بيوند يعني فوق يعني هذه اللغة إذا اعتمدها أي شخص في هذه الدنيا يعتمدها بطريقة إيجابية هي تزعزع المعتقدات السلبية وترسخ المعتقدات الإيجابية شنو المعنى ديالا أنا تنقل لك هذا البائع أفضل أنت تجيبين هذا البائع أفضل تسألين هذه اللغة ميطة هل هذا البائع أفضل من الكل يعني أن سؤالي كان عام كيف أزعزع هذه المثال هذه اللغة بسؤال أو بسؤالين وضروري أن يكون هناك جو من الألفة يعني تنقل لك وقع الناس قال أساسي دمتي بغونيش هل كل أساسي دمتي بوش حتى صاحب اللغة العربية أو أستاذ اللغة الفرنسية لا هدك مزيان هيا ما بقى شمية في الميادية للمعتقد كيف نغير المعتقدات والقناعات وحتى المعايير وحتى القيم يعني نغيرها من خلال اللغة نعم وكذلك الإدراك هو خطوة مهمة لكي نتغيره نحولها صحة الإدراك يكون شاسع المعروف أو المتعارف عليه أن الإدراك شاسع أنا أفكر في الكثير من الأشياء كي أؤثر إدراكي ضروري من شيء معين ألا وهو تقنية بسيطة هي تأطير الإدراك الإدراك بحل واحد الفيرما كبيرة وأنا ما عرفه ما حال فيها في الميساحة باش نعرفها ما حال في الميساحة قسنين حدها وقسنين عبرها كيف سننقل؟ الأكثرية من الناس في العالم لا يعرفون ما يريدون الأكثرية من الناس في العالم ليس لديهم القدرة أو القوة الداخلية اللي هي المعتقدات أو القيم اللي سيتعاونهم باش يحق قدتهم ما معنا إدراك أو إطار الإدراك لأننا نؤثر الإدراك إطار الإدراك هو عبارة عن مجموعة أسئلة لا شعورية تكون في الداخل الداخلية يعني هي لا شعورية في العقل الباطن وخصوصا تؤثر ماذا؟ تؤثر ما قلنا في السلوك وتؤثر كذلك الأفعال اللي هي سلوك أصلا وتؤثر اللغة اللي هي سلوك أصلا ثم التفكير ثم الشعور والإنسان يتغير هل يتغير دائما؟ لا ضروري من اعتماد برمجة يومية أنت تعيش هذه البرمجة اللغوية العصبية هي أصلا فن أنت الفنان هنا طلعت معك أوتوماتيكيا من خلال السلوك إلى مستوى الهوية واشتماع تدر مع الإنسان بحال ذلك الأب التي تدر مع ولده تقول له مثلا شي كلمة ينعته بكلمة إذا كانت كلمة بطل أنت ابن أبيك فهذه هوية إذا كانت إيجابية فيا سلام على هذا الأب وإذا كانت سلبية فهو يحطم ماذا؟ يحطم كل ما قبل الهوية يعني يعني الأب لو صف ولده بالفشل أو بأسماء حيوانات أو يعني شموك يترط ما تكونش عندها وقع كبير سلبي لأنك اعتمتي السلوك ولكن لا اعتمتي الهوية سلبية فهذا يقمع ويقتل الإنسان في سلوكه وفي معتقداته وفي قيمه وقبل القيم في قناعاته وقبل القناعات إذن لكل المربيين من انتباه للغة واللغة السلبية ضرورية نحن في هذا المجال نؤسس لما؟ نؤسس للغة إيجابية مع الناس تلمس الهوية ولكن قبلها تؤسس لسلوكيات ومهارات وقدرة وهوية عندنا أزمة قيم بين قوسين في العالم كيف نؤثر هذه العزمة؟ نؤثرها بشيء معين هو الضروري من لغة إيجابية ضروري من اعتماد لغة تتبت الفعل والسلوك وثم نمر إلى المهارة إذا أعطيته نعطيك مثال حقيقي واحد الولد لا يعرف يدير التمرين وتجي الأم دياله تقول له يدير التمرين ولا يجيب بابك يضربك ويحاول ولا يعرف الأم تعطيه الآن المهارة يصبح لديه قدرة ولما تكون لديه قدرة يرتفع إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى إنجاز إنجاز صح ولكن هو مستوى الهوية وقبل الهوية هناك مستوى لاتقى بالنفس كيف نؤسس التقى بالنفس؟ بناء على ماذا؟ بناء على المهارة والقدرة القدرة موجودة وهذه القدرة هي التي تأسس له وبعدها سوف يقوم بالتمرين لوحده كيف نديرها في الحياة العملية؟ ضروري نعلمهم يعني يقال بين قوسين من بيت الأول تلبي الثالث ضروري نخدمهم على ولدات ونؤثرهم أكثر ونعلمهم كيف يدرسون وكيف يفهمون وكيف يأخذون المعلومة ولكن بيت الرابع ضروري قسنا نحبسه ونراقب بعيد بيت الخامس وبيت السادس أوتوماتيكيا الأطفال يدرسون لوحدهم هذه نقطة يعني شاملة لكل ما قلنا من خلال هذه المستويات المنطقية نحن قلناهم بلا ما نشعروا بحتي لأنك طرحت واحد الجملة ولمست السلوك هذا هو المضمون هذا هو اللي بغينا بغينا الناس تتكلم بالسلوكيات ولا تتحدث بالهوية طيب كينا مشاكل كثيرة كتتطرح في الحياة ذكرنا بعض منها في التراس في الحياة اليومية وكينا أشياء جميلة كذلك نعم باعتماد البرمجة كيف تخطو هذه الصعوبة اللي كتواجهنا مثلا عندي مشكل معين أسألك ما هو المشكلة ضروري أو تسأل نفسك الاعتماد لبرمجة اللغوية العصبية هو بناء على أسئلة اسم منها لغة ميطة هذه لغة ميطة تؤسس للأجوبة السليمة والصحيحة ولكن تؤثرنا أكثر النقطة هو أنني أنا بني تنسو الرأس شنية المشكلة نعطيك مثال حي المشكلة هو أنا ما عنديش مع اللغة الفرنسية مع أنني سنة تانية أو سنة تالتة جامعة تندزل المستوى التاني منذ متى كانت لديك هذه المشكلة وهذه المشكلة كانت عندي مني دخلت للجامعة أما في الليسي ما كانت عندي ثم أمر من هو المسؤول عن هذه المشكلة ويمكن الوليدين يمكن المدرسة ما قررتنيش ثم أبقى معه حتى يقول أنا المسؤول لأنه هو المسؤول عن كل سلوكياتي منذ فترة يعني الطفولة ثم لما يكبر هذا تسمى إطار الإدراك إطار الإدراك السلبي ولا نبقى فيه طوال الوقت المعتمد الآن هو نبقى جزء من الوقت ولكن لنتيكون عندنا مشاكل نعيشها لمدة طويلة طويلة حتى تنهيكنا النقطة الثانية هو أن المتخصص معك في المرمجة اللغوية العصبية أو أنت إن تعلمت التقنية تمر مباشرة إلى الإطار الإيجابي ما معنى إطار الإدراك الإيجابي أن تسأل أسئلة لنفسك وأن تجيب بطريقة إيجابية أكثر إيجابية من دي قبل يعني ماذا تريد أنا أريد أن أحل هذه المشكلة ثم ما هي النقطة الثانية يعني عندما تتحسن لديك هذا السلوك شنو غادي توقع غن توقع عن فراح وغن توقع عن زيد حياتي وغنكون منتج أكثر ثم أمر ما هي الوسائل وما هي يعني انتظارتك الوسائل والمصادر هي أن هناك يعني بعض المدارس مجانية بعض المدارس بنسبة قليلة يعني مادية قليلة ضروري أن أنتج بها الكثير من الأشياء شكرا لك أستاذ زهير الشرتي مدرب مهارات مرافق متخصص ومحاضر وخير ما نختم به هذه الحلقة قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نجب أن نتعلم كيف نبرمج نفسنا على الإجاب فنحن نملك القدرة على تبديل أي برنامج لتبكيننا طبعا من الحياة بشكل أسعد شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة